تشبه تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء هذا وقعت فيه اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ومتشبهين من الرجال بالنساء فصاحب ذلك ملعون وإن كان ذلك في داخل البيت وخير البيت إذا كان هو لباس حقيقي تلبسه من أجل هذا كما قلت بنطلون ولا كبوط ولا قميص ولا كذا لكن إذا كان دعتها حاجة وهي مستعجلا فوضعت بدلا تضع تياب نساء وضعت تياب رجل ولا بتخرج من مكان لما كان في البيت لبس تشبش بالرجل هذا لا يسمى تشبه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذاته يومه عاجل عندما كسفت الشمس وكان مرتديا وضع على ظهري بدلا يعني ضع على ظهري قميص رجل يعني وضع قميص نساء مرة فهذا لا يعد تشبه لكن تشبه تقصد أن تلبس ملابس الرجل وترى أنها ربما حلية لها أو زينة لها وتفعل بها شيء من هذا القبيل ففيه فرق بين أن يلبس إنسان مضطر شيء من لباس الآخر على عجل ولا يستعمله إذ كما قلت في شبشب للحمام ولا كذا وبين أن يلبس لباس يعني له معنى وله قيمة ويرى أنه يتجمل به أو يحسنه هذا هو المنهي عنه ترجمة نانسي قنقر